في إطار الاحتفال بأيام الصناعات التقليدية واللباس الوطني نظمت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بسيدي بوزيد بالشراكة مع جمعية انتصار المرأة الريفية وعدد من الأطراف الأخرى معرضا تجاريا تضمن عديد المنتجات الفلاحية والغذائية لعدد من المجامع النسائية والحرفيات والحرفيين بالجهة ما تعرفت منهية تظاهرة سنوية تصير على مستوى الجهة الكلة طبعا تختم هذه التظاهرة بتكريم الجهة ويتم عن طريق سيد ويل الجهة بتكريم حرفي وحرفية من جهة سيدي بوزيد اللافت في المناهة التي نظر في هذا المعرض هو بعض المشاركات جديدة أيضا بعض الباعتين الشبان في اختصاص النقش على خطب الزيتون وكذلك منهة النسيج في طار النشاط هذه اللي انتضم بمناسبة أيام صناعات تقليدية بالشراكة مع شركائنا اللي كانوا موجودين معنا في مشروعنا الجمعيات اللي هو تويزة واللي اخذنا فيه تقريبا ثلاث مراحل تويزة واحد واثنين وديوم في تويزة ثلاثة واللي يعمل على التمكين الاقتصادي للنساء وخاصة حرفيات واللي دوره كان تثمين المهارات الإبداعية متاع النساء متاعنا ومثل المعرض فرصة لتثمين المنتجات التي توفرها اياد رجال ونساء سيدي بوزيت كما انه مناسبة لتسويق هذه المواد وكسب حرفاء جدد كيف ترويز المنتجات متاعنا والتسويق زيادة كيف كيف الشركة متاعنا هي تقدم سيرفيس للفلاحة وكيف كيف تقوم بتسويق المنتجات متاع الفلاحة متاعنا والفلاحات تفليتو المنتجات متاعنا والانشتة متاعنا مختلفة متنوعة مجمع متاعنا عنا تتبنوا في المنتجات الفلاحية كلنا حبينا نشاركوا في المعرض هذا على خطر نحن أول حاجة نلعب لسيد الانضاء على خطر سيد الانضاء نعباد يقول لتحب تأخذ حاجات دياري وحاجات صحية وحاجات وحنا الخدمة متاعنا في الدار على خطر ناخد مفايا في المجمع متاعنا نحن اليوم كنت في إطار البرنامج نتاع التسويق منتجات المرأة في الوسط الريفي المجمع هذو ما يشاركوا كنا نحن أمنا المرافقة متاعهم والمتابعة والتأسيس مني فما محبول فما الشعير فما الروسكسي بنوعه قمح سميد فما برشا منتجات متنوعة صنعت بطرق صحية تجدها على طاولة العرف لتلقى إقبالا محترما خاصة وأننا على أبواب شهر رمضان الكريم